هنتكلم بالفيديو ده عن الابراج المحظوظة لعام 2023 بالحب والزواج والعاطفة الابراج التالي هي برج العقرب والجدي والتور العقرب حيكون مميز جدا في الارتباط سنة انا شايفة مميزة عنده في الارتباط والحب ممكن نقول معاه كمان من الابراج اللي حيكون محظوظة في الحب الجدي كمان في الحب العاطفة دي مميزة ارتباط خطوبة جواز برج التور كمان عانى كتير من عدم الارتباط بسبب اورانوس اللي كان عنده شايف انا السنة الجاي هي سنة الاثنينة وعشرين سنة مميزة عنده برج التور في الحب كمان طبعا بحذر دائما برج العقرب من دائما من خلافات زوجية لان هو بالناحية الحب دائما مسيطر وديكتاتوري شوي برج العقرب انا بنصح انه يهدي شوي الجدي لازم يكون سنة الافنينة وعشرين يكون ناجح اكتر بالتفاول اكتر في الحب اكتر يدي حب اكتر لاني هو الجدي دائما منطوي ومن نوعه اللي مكتئب برج التور طبعا يهدي شوي لاني عندي شوي برج التور ما يكونش عنيد بالافنينة وعشرين اني كمان طبيعته عندي وممكن يكون يعمل اي مشكلة عاطفية تأثر عليه هاي نصحة بنصح فيها برج التور لكن من الامراج الثلاثة المحظوظين في الحب العاطفة والارتباط